مباراة الزمالك ومباراة الإسماعي دي طيب عندي شوف أخبار كده هنأخذها سريعة وبعدين عندي لقطة قتعات فيها كапتن سامير عصمان مبارح وانتو برضو تشاركوني فيها وما حدش يقول لي دي لقطات صغيرة لأ اللقطات الصغيرة دي ممكن تبقى جبيرة واللقطات الصغيرة دي تحسم اللقاء واللقطات الصغيرة دي تحسم بطولة واللقطات الصغيرة دي تخلي نادي في المقدمة وتخلي نادي تاني بعديه في الترتيب والحاجات الصغيرة اللي انت بتستهونها أو بتستهيفها أو ما بتاخدش بالك منها أو بتعديها يعني احنا هنحاول ما نعديهاش لأن في حاجات كتير جداً بيتبني عليها وكل التفاصيل الصغيرة بتودي لك نتيجة كبيرة بتحققها لك اللي انت عايزه التفاصيل الصغيرة والنتائج أو المباراة الكبيرة بتتخذ على الأجزاء ما بتتخذش على الكل الأجزاء يعني الفترة اللي انت متفوق فيها ما فيش فرقة بتقابل فرقة كبيرة تمام؟ وبتاخدها من الألف إلى اليه يعني من الأول ديه لآخر ديه يعني دبح وسلخ يعني مش كده في الكورة كده انت بتقابل فرقة كبيرة هيجيلها فرص هتوتيح لها فرص فانت بالتأكيد كل ما تستغلي الفرص اللي بتجيلك أو الفترة اللي انت متفوق فيها دي التفاصيل اللي نقدر عليها أو البشير اللي هي أو الأجزاء اللي بتكلم فيها فبالتأكيد كل ما يبقى فيه حاجة لصالحك لازم تاخدها عشان كده عندي لقطة اعتقد لا لا ده اللي هنستعرضه مع كابتن سمير بعد شوية بعد ما اجيب لكو آآ اللقطة وما تنسوش ان في الجزء التاني هيبقى معايا كابتن ماهر همام وكابتن احمد بلال ونتكلم في كل الامور الفنية بالاسبوع التاني وتحديدا مباراة المصري والاهل وانتو كمان على صفحاتنا على الفيسبوك تابعونا وتكلموا معنا وتواصلوا معنا وجود دكتوراحتكم وانتو واحد مننا يعني اوه احنا كمان واحد من دوكو